احنا سورة حكينا عن العابرين بس في عندك ملايين اللي عندهم القناعة العقلية في هوية وشخصية يسوع يعني بيعرفوا انه المسيحية والمسيح بتفوق بيعرفوا بس الخوف اللي شل حركتهم ان يخدوا القرار انا بتذكر في واحد من المؤتمرات اخ بيدرس شريعة بترك الاسلام معرفش ليش ترك بس صار ملحد اوكي معرفش ليش صار ملحد بس لما حضر المؤتمر في انهاية المؤتمر قال هذه العبارة انا مقتنع انا مقتنع بالمسيح عقليا لكن امنت به قلبيا سفي مجموعات كبيرة اللي عندهم القناعة العقلية يعني شايفين تفوق المسيح هو اصلا معجزاته وتعليمه وحياته الاخلاقية من ده كنت شبهها؟ ده ضعي ما فيش مقارنة اصلا فقناعة في كتير ناس الا تعرف الاصغار يعني اللي دائما برمو الكلام بهاجم من غير ما بديو يعرف لانه عم بدافع هو حافظ حافظ لا لا هو أسرع وسيلة للدفاع زد كلام يلا انت عارف انت قلت كلمة حلوة يا اخ نزار انه هو عارف بس بس مش عاوز يقبل المسيح خوف بالضبط لان المجتمع الاسلامي يقبل مسلما تحول للإلحاد لكنه يرفض مسلما تحول للمسيحية من وراء هذا الفكر؟ اللي عاوز يقضي على أبدية الإنسان لا وبعدين كل أنواع الاتهامات خاين وكل هالأشياء مع انه هذا اللي بيكون صار مسيحي احنا بنعرف انه المسيحية وطنية هاي معلومة واضحة كل احنا انا ربيت بفلسطين بفلسطين المسيحي يعني وطني هذا الشيء معروف يعني انا لو احدث ولا حرج عن الدين ايه بتاع مصر الذي يسرف انا بقول انا صعيدي وافتخر يعني طبعا احنا الأوطان كلمة الله بتعلمنا هذا الانتماء للأوطان طبعا انا عاوز اقول مش اهانة يعني بالعكس لانه في كتير ناس وطنيين طبعا مسلمين وكذا بس انا بحكي لك على عقدة الخوف اللي بتربى في داخل الشخص انه خان الوطن يعني هي دي النقطة ده صحيح